خلونا نبدأ مع حضراتكم فقرة الأخبار النهاردة وكل الاهتمام طبعا منصب على كأس الأمم الأفريقية وحتكون لها نصيب الأسد من الحوار في فقرتنا القادمة مع الأستاذ عصام شالتوت لكن بالتأكيد بيهمنا في المقام الأول كمان استعداد فرقنا للموسم القادم وكيف تكون الانطلاقة أفضل من الموسم اللي بينقضي أو بينتهي قريبا إن شاء الله ويتجاوز فيها الجهاز الفني كل الأمور أو كل أنواع أو أشكال التعفل الفني لقد تكون حدثت نتيجة لأن الموسم ما كانش منتظم زي ما حضراتكم عارفين وكان موسم مضغوط جدا واستثنائي وكان فيه تعديلات كثيرة جدا للارتباطات الدولية الخاصة بالفرق المصرية وفي مقدمتها طبعا النادي الأهلي ونادي الزمالك وكل الأندية المصرية اللي كان عندها بعض الارتباطات على المستويات الدولية عربيا أو أفريقيا وأثرت على انتظام هذه المسابقة والتداخل في المواعيد بعد التعديل الخاص بالأجندة الدولية لكأس الأمم الأفريقية كاتن سيد عبد الحفيز تصريحات له بتؤكد أن معسكر أسبانيا سيلبي الطموحات الفنية للجهاز الفني للنادي الأهلي بيقول مدير الكرة في النادي الأهلي سيد عبد الحفيز أنه تم الاتفاق على كافة والوقوف على كافة التفاصيل المطلوبة فنيا ولوجستيا وإداريا وتنظيميا للمعسكر القادم إن شاء الله في مدينة أليكانتي الإسبانية والاتفاق على كل التفاصيل بعد رحلته مصحوبا أيضا بمدير التصويق أمير توفيق اللي من خلالها اطلعوا على كل الإمكانات الفنية المتاحة صلاة الجام وتجهيز اللاعبين بدنيا وأيضا ملاعب التدريب وفندق الإقامة كل الأمور اللي بنقول إنها بتبقى مهمة جدا أن يتم التأكد من جودتها وإنها تتوافق مع المستوى اللي عايز النادي الأهلي يصل إليه في إعداد لعبي للموسم القادم الكابتن سيد بيؤكد لجماهير النادي الأهلي ومحب الفريق في كل مكان داخل وخارج مصر إن هذا المعسكر هيكون على المستوى المطلوب وأكثر وإنه هيدي فرصة حقيقية للشغل الفني المطلوب وبيقول كمان الكابتن سيد عبد الحفيز إنه ضغط المباريات والمشكلات اللي أشارنا لها منذ قليل وحضراتكم عارفينها الكل يعلمها عن الموسم اللي لم ينتيه حتى الآن واللغبطة بلغتنا العامية اللي كانت موجودة في الموسم ده والضغوط الكثيرة جدا وضغط المباريات والفترات اللي كانت ما بتسمحش بالشغل الفني المطلوب كانت عقبة أو عائق أمام الجهاز الفني بقيادة لسارتي أن يقدم كل ما لديه من رؤية فنية للتطوير الفني المطلوب في صفوف الفريق ولتكون بصماته مؤثرة في شكل وأداء ونتائج الفريق في الفترة الجاية والكابتن سيد بيضيف بيقول ده اللي حيتسع له الوقت إن شاء الله والمساحة اللي حنجدها بإذن الله في المعسكر القادم في أسبانيا وزي ما قلنا لحضراتكم هيكون في مدينة أليكانتي الإسباني النجوم بيعودوا تباعا للفريق وبتكتمل الصفوف والقوة الضربة باستثناء طبعا نجومنا الدوليين المرتبطين بمباريات كأس الأمم الأفريقية وارتبطاتهم مع منتخبنا الوطني الأول اللي بنتمنى له طبعا كل التوفيق في هذه البطولة وهي دلوقتي طبعا الشغل الشاغل لكل المصريين وجماهير الأندية المصرية سواء جماهير النادي الأهلي أو جماهير الأندية المصرية مجتمعة الكل بيصطف خلفه منتخب مصر وبيتجمع من أجل حب هذا الوطن والانتماء لهذا الوطن ودعمه منتخبنا وبعيدا عن الألوان والانتماءات أو أي نوع من أنواع التعصب الرياضي الكل بيقف في صف واحد من أجل دعمه منتخبنا الوطني إن شاء الله تكون مبارياته أفضل وأداءه يكون أفضل في المباريات القادمة وينعكس على النتائج وصولا إلى المنافسة على اللقب والمباراة النهائية إن شاء الله أزارو وأجعي بيشاركوا فيه التدريبات بدءا من يوم الثلاثاء من الغد إن شاء الله هينتظموا في التدريبات بعد الراحة اللي حصل عليها النجم المغربي وليد أزارو والنجم النيجيري جونيور أجعي وسمح لهم الجهاز الفني طبعا بالسفر إلى بلادهم والتواجد هناك بعد الموسم قلنا أنه كان شاق جدا وإن كان لم ينتهي رسميا حتى الآن لكن كان من أطول المواسم الكروية في مصر على الإطلاق وكان فيه ضغوط كثيرة جدا واضطرابات فنية وتنظيمية لكل يعلمها كانت مؤثرة وبتسبب مزيد من الضغط العصبي على اللاعبين بجانب طبعا الضغوط الفنية المعروفة نتيجة لتوالي المباراة حيرجع إن شاء الله في الفترة الجاية ويبدأ في المشاركة في التدريبات الجماعية بدءا من الغد إن شاء الله وليد أزارو وأجعي وبالتأكيد هم من العناصر المؤثرة جدا والقوة الضربة في صفوف النادي الأهلي فضلا عن النجم التونسي معلول كمان حيعود إن شاء الله علي معلول الظاهير الأيسر للفريق الأول في النادي الأهلي يعود إلى القاهرة خلال أسبوع إن شاء الله على الأكثر للانتظام في التدريبات الجماعية بعد فترة الراحة اللي حصل عليها بالاتفاق مع إدارة الكرة في النادي ومع الجهاز الفني وطبعا في تدريبات متخصصة في الفترة دي بدنية بيركز لسارتي والجهاز المعاون وكل من يعمل على التخطيط للأحمال داخل النادي الأهلي في الجهاز المعاون للسارتي بيشتغلوا على إعداد اللاعبين وتجهزهم بدنيا بالشكل الأفضل من أجل أن يكونوا في أفضل حالتهم وانطلقتهم للمباريات الودية المتوقعة اللي طبعا لم يتفق عليها أو تفق عليها حتى الآن ولكن لم يعلن رسميا ولكن فيه اتصالات من أجل إجراء هذه المباريات اللي بيقول الكابتن سيد عبد الحفيز إنها هتكون إن شاء الله إما مبارتين أو تلاتة خلال المعسكر الخارجي في أسبانيا معلول كمان من اللاعبين أو من النجوم اللي هيعودوا ويبدأوا الانتظام في التدريبات الجماعية بعد ما أختل الجهاز الفني وتم التنصيق والمراسلات أو الاتصالات اللي تمت بين الجهاز الفني وأكد من خلالها إن شاء الله أنه خلال أسبوع على الأكثر هيكون موجود مع اللاعبين قبل طبعا السفر إلى أسبانيا ومن خلال البرنامج اللي حيبدأ في القاهرة بعد ما استأنف الفريق تدريباته انطلاقا من يوم السبت الماضي أيضا تأكيدات من مدير الكرة في النادي الأهلي قال إن شريف إكرامي واحد من نجوم حراسة المرمى في الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي حالته مطمئنة بدنيا وفنيا وطبيا وإنه كمان سيعود للمشاركة في الميران الجماعي في غضون فترة تصل إلى ثلاثة أسابيع الله بعد الانتهاء بشكل كامل من برنامجه العلاجي والتأهيلي بعد طبعا الإشراف الألماني اللي تم على نجمنا شريف إكرامي في الفترة اللي فاتت وبعد الخضوع للجراحة في الرجبة إن شاء الله يعود في أحسن حالته وهو طبعا شريف بإجماع الأراء من أصحاب الخبرات الكبيرة سواء على مستوى مشاركاته مع النادي الأهلي أو دوليا مع منتخب مصر وبالتأكيد عودته بتضيف لقوة الفريق والعناصر المتميزة والأوراق الجيدة المتاحة أمام الجهاز الفني بقيادة لسارتي زي ما قلنا لحضراتكم فيه تركيز على الجانب البدني وعلى تجهيز اللاعبين عمليات استشفاء أو آثار الموسم اللي بنعتبره انتهى وإن كان لم ينتهي رسميا ولكن كان موسم شق وطويل وارتباطات اللاعبين على المستويات المحلية والدولية إزاي نزيل هذا التأثير وننزل باللاعبين بالأحمال البدنية ثم العودة للصعود بالحمل البدني مرة تانية كل ده طبعا هو شغل المتخصصين في هذا الجانب وأنهم يجهزوا الفريق بأفضل شكل ممكن طبيا وبدنيا وعلاج اللاعبين أو تأهيل كل العناصر اللي عندها أي تأثر بالموسم الماضي أو لحقت بها إصابات سواء في التدريبات أو المباريات خلال الفترة اللي فاتت حتى تكون القوة مكتملة في صفوف الفريق ويكون كل النجوم جاهزين إن شاء الله لانطلاقة الفريق في المعسكر الخارجي من أجل التجهيز بالشكل الأمثل للموسم المقبل ومن هذه العناصر طبعا بإجماع الأراء أيضا النجم حسين الشحات اللي انتقل هذا الموسم وفي فترة الانتقالات الشتوية للنادي الأهلي وينتظم أيضا في الميران الجماعي للفريق بعد ما كان اشتكى طبعا حسين من نزلة برد أثرت على مشاركته واكتفى من خلالها الجهاز الفني بأن يقوم بتدريباته اليوم السابق في صالة الجام في النادي الأهلي وبعد طبعا التأكد من شفاءه التام إن شاء الله بيشارك وينخرط بقوة في التدريبات الجماعية في الملعب في استاد التتش وأيضا رمضان صبحي بيخوض الميران في الجام كان في تدريبات كمان لنجم هجوم الفريق رمضان صبحي في الجام لتجهيزه أو معالجة أي شكاوة قد تكون أعلن عنها أو أعلن عنها اللعب لجهاز الفني خلال الأيام اللي فاتت وهي أمور بسيطة جدا ما فيش حاجة مؤثرة الحمد لله خاصة برمضان صبحي نجم هجوم الفريق حسب تصريحات الجهاز الفني والجهاز الطبي للفريق وهو جاهز كمان للمشاركة بقوة في التدريبات الجماعية